ما بتشوفش انه المدرسة دي نفكر تفكيرة ان احنا نعمل لها فرع فروع في امريكا في استراليا في اوروبا لانه احنا عندنا جالية كبيرة جدا من جنسيات مختلفة مسلمين واظنهم هيحبوا ده ويبقى جزء من الحلم اللي انت بتعمله الا وهو انه الفن ده يبقى فن عالمي وموجود وماش بس ما يندسرش لا ويفضل متطور لا انا هبسطك ان احنا قريبين من ده وبفضل الله مدرسة الانشاد للفقير مؤسسة هنا في مصر احنا حاليا عاملين بروتوكول مع صندوق التنمية الثقافية وبرتوكول مع وزارة الشباب والرياضة وقريبا ان شاء الله في بعض البرتوكولات مع يعني يعني انا واخد الموضوع بشكل ان الدولة لازم تتدخل في هذا الامر لان الانشاد يعتبر يعني فن موازي للهوية المصرية والعربية فعشان كده عامل بروتوكولات مع الوزارات ومع الدولة تحديدا ومتعمد ده رغم عندي مؤسسة مؤسسة بيت الانشاد يعني هي اللي بتصرف وهي الراعي بس متعمد ان الدولة لازم تكون هي المشرفة على هذا الالفان من فضل الله ان ربنا وفقنا وعندي ناس تخرجت وناس بتيجي درست عندي من لبنان ومن فلسطين ومن الامارات ومن السعودية ومن انجلترا ومن اسبانيا وفي عندي مسلمين وفي عندي مسيحيين بيجي يدرسوا فن الانشاد حلو والله يعني الحمد لله يعني من الناس اللي بتشرب بيهم ناس كتير جمء وحالين سفروا برا وابتدوا يحاقوا ويكملوا دراستهم الموسيقية بناء على ما اسسوه هنا في الانشاد ده كلام يا رؤى طيب ننشد بقى ننشد نقول طبعا حبيبي يا سيدنا النبي نقول سلامي على المختار من خيرة الامم واكرم مبعوث به الرسل وكتختم